يعتبر الإقبال عشية العيد أو صبيحة يومي العيد على البيت أو الدار الكبيرة بمختلف مناطق ولاية جيجل هو زيارة كبير العائلة سواء كان رجلاً أم إمرأة والعادة يعني بقينا هما هما يعني من جد للأب للأخير قاعدين نفس العادة ربما حالياً دينا نفتقدوا شوية للنقص في الزيارات الله يعني تحسبي شعور فرحة كبيرة لما تشوف أولادك وتشوف يعني حتى الأحفاد نتعاك لو أحد في توكورت مجيش نقول له صحى عيدك وكل عام وانت بخير يا جبر أو خدام ونتمنى له الخير الكدام إن شاء الله البيت أو الدار الكبير مكان يجمع بين الآباء والأبناء وحتى الأحفاد للتغافر وتبادل التحية في أجواء يسودها الفرح والبهجة وهو ما يزيد من نكهة العيد جينا باش نتلاقى الوالد والوالدة والجد والجدة جيت من توكورت خليت الخدمة تاعي بديرت البوسي بالتاعي وجيت لهنا باش نتلاقى الوالد والجد وجينا هات دار الكبيرة احنا كما نقولو احنا ما عندناش بنا وما عندناش يلقوا في العيد لو كان ما نتلاقاش الوالد والوالدة والجد باش نتدي الوالد والجد اللي هنجدي ليه ووقت عارف جينا احنا بالكلب الأولاد نتعنا بالأحفاد كامل هكذا جينا وتلاقينا هنا عند الوالد لازم ضروري الحال عادة يسمعك وصخ الله هنا للآباء والجدودنا ده شخلك أول دار يسمع شخلك كان دخلو ليها لهم كده متهني لهم وكوال جار صيرتوكي يعد مثلا لكي ما زال كبير العائلة عايش فيها من الدرها لك مثلا التمسك بعادة الإقبال على البيت أو الدر الكبيرة ومن ثم زيارة الشخص الكبير في العائلة هو أكيد الحفاظ على صلة الرحم واللمة العائلية سواء قبل أو يومي العيد